شوف من قبل ما نبدأ الكلام ده تمام أنا ما أتابع لأي حزب من الأحزاب وده معروف أصلا منشور عننا ولا أي جماعة من الجماعات ولا أي جمعية من الجمعيات بل ولا حتى منظمة من المنظمات لا خيرية ولا غيره نحن ناس مسلمين على الكتاب والسنة فهم سلب الصالح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده من القالة الكلام ده جماعة ده الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لو فيه إنسان يعترض على هذا الكلام ما علينا نحن ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندكم حل إلا تقولوا كلام الرسول ده غلط الحال ما بين صالح طالما شيوخ الدين بعارض الدين وبعارض رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر الرسول الحديث ذي كلها بتتكلم عن الحاكم الظالم الذي يأخذ المال بغير حق قال ما تخرج عليه كل الحديث أيهما أعظم الأولى انتشار الشرك النشره ديل عباد القبب وعباد القبور ودعاة الشرك والوثنية هو أن الأولى نخرج أشان الرغيف غلاء ولا غير ولا غير هذا عدم الأولى يتم لا توجد مظاهرة سلمية أبدا كما قال العلام بن عثيمين رحمه الله قال في البداية تبدأ سلمية ناشالين ورقوا طالعين ثم تصير إلى دموية وده الليلة حصل ولا ما حصل ولا ده بشي بعيد فيه بلدنا دي الليلة حصل ولا ما حصل وأنا بلغتها دي أمان أنا ببلغها وما همي بها كلاميزه ليلة أنه ده كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة والسلف الصالح له ده بيان وتوضيح من الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين في مسألة الأحداث الحاصل عندنا اليوم في السودان المظاهرات الحاصلة وأتكلم شيوخ كتار من الشيوخ المنتسبين إلى الدين كلام كتير وكل الكلام التابعناه إنهم قالوا يجوز الخروج على الحاكم وتجوز هذه المظاهرات وبعضهم قيد قالوا جائزة المظاهرات والخروج فيها لكن بشرط يعني ما يقوم فيها تكسير وتخريب للأموال والممتلكات إلى آخر وطلع بيان الليلة من مجموعة وصفوا نفسهم بعلماء السودان وقالوا بيجوز هذه التظاهرات لكن اشترطوا شرط إنما يكون في تكسير إلى آخره وندف عنينا الكلام ده أكثر وأكثر وأكثر القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم والكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتجويز أمر ما جوزه الله عز وجل ولا أباحه ولا جوزه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أباحه ونحن بيننا وبين هؤلاء الكتاب والسنة وزي ما كثير من الناس أو التنظيمات والأحزاب الطالعة وما كلها هي أحزاب وتنظيمات بعض الشعب لكن أنا بقصد التنظيمات والأحزاب الطالعة تحديداً بيهتفوا هتاف معين بقولوا حرية حرية خلاص اعتبروا كلام هذا في فهمكم انتم من باب الحرية بشو الحرية أنه أي زول يقول ما أراد خلاص نحن نريد الكتاب والسنة فنشوف ماذا في الكتاب والسنة مستعدين ناقش أي بشر على وجه الأرض أو تحت الأرض أو فوق الأرض لأن كلام ده كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما مجامل لحاكم ولا مجاملة ولا محابة لمحكم طالما فيش يخدين وقالوا الكلام ده جائز بل عبد الحيوسف قال الخروج على الحاكم الظالم قال واجب عديل مش جائز طيب لو ما هو واجب لو واجب انت ما خرجت ليه معنى انت فرطت في واجب انت ليه ما طلعت بر مع الناس وشلت لساتك وكذا وحركت معنى تفرطت في شنو واجب والمفرط في واجب آثم ولا ما آثم آثم شانت تشوف تناقب هؤلاء الشيوخ وانا كلامي جملة بتركز رد على هؤلاء الشيوخ الشيوخ الدين كما زعمه بعد ذاك وصية أخيرة للشعب المسكين الغلبان الطيب الشعب السودان قال الله تعالى والكلامنا كتبت هنا رغم انو انا حافظه لكن اشان الدك لو بالمصدر وبالرغم تعال الحديث دا الغاية من كتابته قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا من القالة كلام دا جماعة دا الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لو فيه إنسان يعترض على هذا الكلام ما علينا نحن دا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وده بين في الشبهة اللي بيجيبوها بعض الأحزاب عننا يقول لكم الله دا تابع للنظام شوف من قبل ما نبدأ الكلام دا تمام أنا ما تابع لأي حزب من الأحزاب وده معروف أصلا منشور عننا ولا أي جماعة من الجماعات ولا أي جمعية من الجمعيات بل ولا حتى منظمة من المنظمات لا خيرية ولا غيره نحن ناس مسلمين على الكتاب والسنة فهم السلب الصالح الداري ناخشنا ناخشنا بعلم بعلم أما النبز والهتر كل الناس بتقدر عليه علم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني الكتاب والسنة يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك أنا تفسيري خلوا نرجع لتفسير العلماء والسلم الصالح قالوا شنون قال الإمام النووي رحمه الله والإمام النووي ذا كل الطوافة الإسلامية فيما أعلم ما عندها مشكلة معه عالم قديم قال الإمام النووي والأثرة هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا شالوا الدنيا حقتكم الحكام قال اسمعوا وأطيعوا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلافة سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم قاله النووي تحت الحديث رغم 1836 من صحيح مسلم خلاصة معنى الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسمع وتطيع للحاكم في العزر حالة الشدة واليزر في حالة الرخاء وفي المنشط والمكره برضو في حالة بتكره ولا بتحبها تسمع وتطيع في الحالتين وأثرة عليك والأثرة يعني الحاكم يجل قروشك هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وأثرة عليك يعني برضو عليك السمع والطعن فينا أسلام بيحتردوا يقول لك لا لا زي ما قال صاحب قناة طيبة قال قال الإسلام ما دعانا للسمع والطاعة والزل للحاكم الجائر لأنه قال ذا زل ظلم دا كلام الرسول يا أبتعغنا طيبة دا بيردع للرسول يا ناس مش بيردع لنا نحنا دا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما كلامنا نحنا 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 لابد نفهم إنه نازل بيرد على منه بيرد على ربنا وبرد على النبي الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهواء وإن هو إلا وحي يوحى ولا يمكن بأي حال من الأحوال شيوخ عاملين نفيزهم شيوخ بتاع دين يرد على ربنا كلامه سبحانه وتعالى ويرد على النبي عليه الصلاة والسلام كلامه الصحيح حديث صحيحة مئة بالمئة يرد عليها ويرفضها يا أخ وبعد دائرنا الحال ينصلح الحال ما بينصلح طالما شيوخ الدين بعارض الدين وبعارض رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم طيب وعن عبادة بن الصامد رضي الله عنه قال دعانا رتول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة طبعا داك بتفلسف عبد الحيوزب قال 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 لا سمع والطاعة قال الخروج الحرام إذا كان بغير حق على الإمام الحقي دا كلام باطل ودي فلسفة الحديث ذي كلها بتتكلم عن الحاكم الظالم الذي يأخذ المال بغير حق قال ما تخرج عليه كل الحديثة ما بحديثنا بيتكلم عن الحاكم العادل أسمع الأول سمعت وأسمع التاني دا قال فكان فيما أخذ علينا منوه الرسول صلى الله عليه وسلم معقول يا ناس شيخ بتاعي الدين واحد حضر له دكتوراه فرحان بها يفهم الدين أكتر من رسول رب العالمين كده بس بالراحة كده بالعقل معقول كلام دا هل يعوغل ومعقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ما دائم مصلحتنا زي ما هم بيقولوا عن كلام الرسول يقول لك دا يدعون إلى الزل والخنى لا هم ما بقول لك الرسول دعانا لكده لكن بلف وبدور لما تقول للرسول قال اسم عواطع يقول لك لا الإسلام لا يدعو إلى الزل مونل قال اسم عواطع هو الرسول صلى الله عليه وسلم معناها دا في النهاية بيرده على منه على النبي صلى الله عليه وسلم شاءه أم أبو شاءه أم أبو هم بيرده على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن دا لسا يكون شيخ دين يا ناس ولا يمكن يقدموا الأمة لقدام أبدا والله الذي لا إلى غيره ما تكذبوا على الناس انت انت اصلوا عالم جد كلهم ما بجوز بعد ذاك انت عندك هوا در تخرج در تبقى في حكومة جد جديدة در يعملوك طمعان تبقى وزير ولا تبقى والي تعمل لك شغلة تانية بتاع الدنيا قولها ديل ما تكذب وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واحد صوفي قال لا لا طلع فتوى قال قال عضو من علماء السودان قال لا لا صوفي صوفي عنده مشكلة في الدين في عقيدته في رب العالمين أصلا معروف بنعرفه قول غير الله بيخلق وغيره تكلام زي دا جلال يفتقال في جوز الخروج على الحكام كذي يا صوفي لو اصلا قلنا الخروج على العكام جايز مثلا لو فرضنا الاولى السبب ان نخرج بيهو عشان العيش غلاء والبنزين والسيول ما فيه والاولى كترة القبب البنية أيهم اعظم الاولى انتشار الشرك ان شروديل عباد القبب وعباد القبور ودعاة الشرك والوثنية والاولى نخرج عشان الرغيف غلاء ولا غير ولا غيره دا عدم الاولى ياتب عشان تعرف ان الشغلها شغلة بتاع الدنيا كلام الشيوخ دي لانا برجعه بقول والله ما اراضه الا الدنيا عشان كده على ابن بي طالب الزمان رضي الله عنه لما تكلم عن الخوارج زمان قال الخوارج طلاب دنيا وده الليلة اللي بيسووشه وخدين ديله وانا كلامي معاهم اكتر شيء وكلامي معاهم حر ليه لانه ديل كتير منهم عارفين الحقيقة وما دا لنا طيب قال فكان فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعة سمع والطاعة هل تكون للحاكم العادل والظالم ما عنده سمع وطاعة زي ما قال بتاع غنا طيب الا لا في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا هالعسر دي شنو اليسر معروف الرخاء هالعسر دي شنو هالعسر الشدة زي الحاصل الليلة على الناس والاثر دي شنو إنو قالوا الحاكم جلموا للناس النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم إنو إذا لقوا حاكم زيداء والحديث للأمة الإسلامية إليهم القيامة متى ما وجدوا حاكم زيداء قال لهم تسمعوا طيعوا له للظالم ذات والأخذ أمواركم دا كلام منه دا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا ناس والله البخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يفلح ولا ينجح ولا في الدنيا دي بتنعم زي ما الناس بعض الناس ظنين إنو لو خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنو حيتنعموا في الدنيا دي أو بعض الناس يقول لك يا أخي نعصي وبعدين ربنا غفور رحيم لا والله دا ما الدين كده الدين لأنك تطيع الله وتطيع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين تقول ربنا غفور رحيم قال وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ دا مين اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان رواه البخاري برغم سبعة ألف وخمسة ومسلم برغم ألف سبعمية وتسعة متفق عليه طيب قال النووي وأما الخروج عليهم على الحكام الظلم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ما يقول لك بغير حق على الإمام الحق لفلسفة فارغة الحادث دا في الإمام الظالم كله وكله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياك تخرج طيب قال وقد تظاهرت الأحاديث أول شيء قال لك دا الإجماع قال لك دا شنو؟ الإجماع يبقى عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا شنو يا جماعة؟ الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم ولو كان ظالمًا يأكل أموال الناس دا الحكم الشرعي طيب قال وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة إجماع تانذا كمان ذكر لك الإجماع مرة أخرى وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق أهوان بتاع بغير حق بالفسق ما ينعزل بالفسق قال العلماء وسبب عدم إنعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين وده في ورد على الجماعة بقول لك سلمية سلمية مظاهرة سلمية لا توجد مظاهرة سلمية أبدا كما قال العلام بن عثيمين رحمه الله قال في البداية تبدأ سلمية ناشيالين ورق وطالعين ثم تصير إلى دموية وده الليلة حصل ولا ما حصل ولا تبشي بعيد فيه بلدنا دي الليلة حصل ولا ما حصل 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 يبقى ما بحاجة سلمية يا ناس انت بتطلع في النهاية وقد يحصل دم منك أو من غيرك من أي طرف من الأطراف احنا ما بناقين إنه ده يظلم ده ولا ده يظلم ده لكن في النهاية في النهاية بيحصل دم وحصل الليلة حصل الليلة وهلاك ودمار للممتلكات العيش بيجنيه في حتات بي ثلاثة وبي كم عشي بقى ما في نهاية ليلة أنه مخالف لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك حتى إذا عطر شنا جماعة الحقوق ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك فالإسلام ما منع أنك تنصح الحاكم لكن النصيحة كنبا الطريقة الشرعية كما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من أراد أن ينصح لذي سلطان حاكم فلا يبده علانية لا دي يعني شنو كيف تفهم منها شنو الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم قال دار أنصح حاكم بتاعه قال ما ينصح علانية ولل جماعة راكبين المنابر داك محمد عليه وسلم داك 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 راكبين المنابر جعروا والعدس يمين يقول لا ليس للظلم وإلى آخره ما بيجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبده علانية لا لا يعني لا البجي يقول نعم دا خالفني أنا ولا خالف الرسول الذي قال لا صلى الله عليه وسلم خالف الرسول يا جماعة تعالوا ناخشونا نتحدىكم جميعا جميعا تعالوا ناخشونا قل ليه حديث ضعيف سبب ضعفه ورينا تعالوا قل ليه الآيات دي والآن ما صحيحة والحديث دي في البخاري ومسلم ما صحيحة تعالوا ورينا وإلا قل صحيحة وقل انت أعلم من الله ومن الرسول وربنا قال أأنتم أعلم أم الله تعالوا ورينا عشان ما تكذب على الناس لأنه قد يكون هذا أو ذات طمعان في منصب يتولى بعد هؤلاء وبعد ذهاب هؤلاء إن ذهبوا يكون طمعان يكذب على الله ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبيانات فتاوى أنا المزعلين وبيانات فتاوى من ناس دكتور فلان برو فلان وفصات فلان يجوز الخروج وقال قال ولا يوجد دليل واحد يحرم الخروج ده كمان مزيع أريته له الشيخ بتعدين مزيع مزيع حتة مزيع قال ولا يوجد دليل واحد بيسوط المزيع على عدم ينهى عن الخروج على الكام يا ودي انت انت بتعرف الدليل ذات ما هو الدليل عرفوا لنا لغة واصطلاح فهذا كلام باطل يا ناس تسلطوا على الإسلام وعلى الدين وعلى الفتوى ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ودواجب لو ما بينا الحق إذا كان أهل الباطل بتكلموا والكذابين مش يخدين الكذابين بتكلموا ما يمكن أهل الحق يسكتوا ولا حديث متواترة موجودة لو دي وين يعني ما عندكم حل إلا تقولوا كلام الرسول ده غلط وما كان الرسول يقول الكلام ده أو تسكتوا ما تقول يجوز ولا تقول انت يا دكتور يجب طيب ولسه حديث جاءك كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ولينصحوا فيما بينه وبينه فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه دي السنة كده ده الدين ومن التناقض العجيب الشيخ بتعني الدين دي للات لما نردين عليهم دي كلهم نحن نردين عليهم واحد واحد في ردود كثيرة جدا ما أردوا وعدي ما يشتكونا وعدي جروين وعدي جروين قالوا ما ممكن يشهر بينا حتى لو اخطأنا ما ينصحنا في العلن أيوه انت شيخ ما حكام ولا ولاة ولا وزراء ولا رواسة لجنة شعبية ساكن قال لا لا ده مش تنصح الحاكم في المنبر وتنبزه ظالم وتقول للناس أخرجه انت قبل ما قلت ما يجوز نرد عليك في العلن وهؤلاء طلوا عننا أشرطة وطلعوا فضايحنا في العلن كويس قالوا كانوا ينصحونا سرا أيوه بس دي ذاته الرسول قال في نصحت الحاكم إنا تكون شنو سرا طيب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أهدانا بردو عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس ما يجاب الكلام دا من راسه يا ناس جابوا من وين أسمع عن رسول الله جابوا من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا أيه يتكره من أميرك حديث واضح اوضح من الشميش من كره من أميره حاكمه شيئا فليصبر عليه الرسول قال أخرج قال عكسى طوالي قال عمي شنو أصبر فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس أي أحد يا شوك لمن نبغي والسلام دا كيف والحديث دا بروبك فيكم لمن أراد الحق يا أخي وأبعد الهوى من نفسه طيب والغريب النوديل الواحد رئيس الجماعة بتاعته بقدم كلامه على كلام الله وكلام الرسول كلام رئيس الجماعة بقدمه على هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ليس أحد من الناس أي زور من الناس خرج من السلطان شبرا قدر شبر بس شبر بس شبرا فمات عليه يعني ما تاب من خروج ولو قدر شبر دا فمات عليه على ذلك الباطل إلا مات ميتة جاهلية بالله شوى اللفظ دا كيف كلام محكم من النبي عليه الصلاة والسلام طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية قال الإمام النوم لا حجة له أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه يعني يوم القيامة ما عنده عذر أمام الله يقول يوم القيامة تجد تقول للناس بجوز الخرج وتجي انت يا دكتور تقول لهم يجب طيب يجب انت ما تمره شيء العكاسة قطع ولا دارة السليمة جاهزة بعدين وشوف يا شعب يا مسكين يا سودان يا طيب بغشوك الشيوخ ديال والله يغشوه إذا ارتقوك قدام انت تموت وتتحرك عرفته وتتقطع في المظاهرات وهيجي بعدين وقول الحمد لله نجحت السورة طبعا أنا الوالي وأتعظوا بغيركم الشعوب ما في شعب الآن مرج في ما يسمى بالربيع العربي وإن شئت فقل العبري إلى اليوم حال انصالح أكثر من الأول شعوب كانت تعاني من الظلم من غير من غير من الفساد لكن قل ليه الليلة حال انصالح أكثر من الأول وذا حقي كلام السلم قدام بعد ما نذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم والسعيد يقال السعيد من اتعظ بشنا جماعة بغيره يا ناس ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين طيب نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله لما ذكر الحكام الظلم قيل أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة يعني ما بيجوز الخروج على الحاكم طالما أقام فيكم شنا جماعة الصلاة لو عمل أي شيء تاني من الظلم طالما الصلاة ما منعك منها ما بيجوز شنا جماعة الخروج عليه وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه آها شفت من الحاكم شيء بتكره بعد ذا أي شيء تكره آها تعمل شنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل فكره عمله ولا تنزعوا يدا من طاع وده فيه رد على الشيخ تعني الخوارج والسرورية قال يقول له والله في كده من الظلم وبكده بنكرب وفي كده أراح كاكم نخرج هو ما بيخرج بيرجع البيت طبعا معروف الحيطة دي لكن خلينا من الكلام ده قال له كالله رح نخرج لأنه في كذا وفي كذا من الأشياء المحرمة أو الظلم أو إلى آخره النبي صلى الله عليه وسلم رد على هذه الشبهة بنفسه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا شفت حاجة تكره من الحاكم قال شنو قال تكره العمل الباطل تكره كره لكن ما يجوز شنو يا جماعة تخرج بسبب هذا العمل كلام واضح ولا تنزع يدا من طاعة الرواه مسلم برغم 1855 وعن حديفة بن اليمان وهو كاتم السر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة وده الحديث اللولو الدكتور لما قال وخروج بغير حق على الإمام الحقي لا ده كلام فرق الرسول صلى الله عليه وسلم وراك الحديث عند تمامة انت قفعتها الحديثة ما بتكلم عن الحاكم الحق ده بتكلم عن حاكم بغير حق بتكلم عن حاكم بغير شنو حق يا دكتور رفع ما الكلام ده كوي زواب تعينا قال يكون بعدي أئمة نشوفهم أئمة حق ولا أئمة ضلال أئمة حكام يعني نشوفهم حق حق ولا ضلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي أها ديل بحق ديل ما اكتن حق القالهم ديل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث قال لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال مش كمان هم كعبين معاهم برضو ناس معاهم في نفس الحكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لا لا مولانا اخمى ظلموا سووا كسروا عملوا سروا قال ليه قلوبهم قلوب الشياطين وما بيهتدوا بهداي ولا يستنون بسنتي كذا الفهم كمل ولا ما كمل 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 خلاس أهانا عمل شنو دا الموضوع للحكام الظلم قال 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 قلت يا رسول الله قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك عزيفة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا إن حصلت الزمن دا اللي تبي تقول فيه الحكام بالوصف السيدة أعمل شنو قال تسمع وتطيع للأمير بعد حال السيدة تسمع وطيع وكمان لسه وإن ضرب ظهره وأخذ مالك تاني قال فاسمع وأطيع صحيح مسلم حديث رغم الف وتمنمية سبعة وربعين إذن عرفنا أنه الكلام بتاع الدكتور تعغنا طيبة كلام فاضي كلام كذب على الله وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد والغريب والعجيب إن جماعة دا الشيوخ دا قال الخروج على الحكام دا يعتبر من باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر أنا متابع أنت قال أنا متابع وأي وسيغة تغريبة اللي قد نزلتها شفت كيف لأنه بتجي أيام كثيرة فيها نجيم تقيل بالذات نحن شفت علماء الضلال دي قال بالنجيم ومكتر حي قالوا دا الأمر المعروف أنها المنكر هل تعلمين دا ما سهب المعتزلة معتزلة الضلال الذين ينكرون الصفات الله سبحانه وتعالى عندهم أصول خمسة أصول ممن هجم منه من أصول الخمسة الأمر المعروف أنها المنكر قالوا من المعتزلة هذا شنو قال ظنبه شنو قالوا قال ظنبه الخروج على الحكام الظالمين شوف المنهج دا من زمان تاني جا راجع شنو يتكرر قالوا لا دا اسم أمر المعروف أنها المنكر دا لش يخد دين تعالى الليلة وداما هذا شنو يا جماعة أنهج المعتزلة من أسوأ فرق الضلال في الإسلام طيب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان المشهور اسمع الكلام دا قويس كلام مستنبط من الكتاب والسنة كلام عظيم ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة كلام واضح فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدنهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته لا يوجد في التاريخ لا يوجد أبدا طائفة خرجت على سلطان مسلم ولو كان ظالم وجائر وغاشم إلا الفساد الحصل بعد خروجه أعظم من فساد الحاكم الظالم الغاشم الخرج دار نزله والليل الواقع يشهد على هذا الكلام الحمد الله الواقع يشهد فيما يسمى بالربيع العربي وقال العلامة بن القيم أنا دار أعرف أشياء غدين دار الجاب الكلام دار من وين وعد قال يجيب وعد قال بجوز قال العلامة بن القيم وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر يا ناس ده أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر لا تقدر تفتح دكانك بعد دهر لو حصلت الفتنة العظيم أننا خايفين منا ونسأل الله ما تحصل ونسأل الله عز وجل لن يجنب بلادنا وجميع بلاد المسلمين الفتن لكن والله لو حصلت دكانك ما ترتفت السوق ما تقدمش عشان تسوك تجيب أكل لعيالك صاح الناس لان بتعاني وتشكي من غلال معيشة وإلى آخر ونحن معاكم بنعاني لكن بعد شوية بيكون ما في أصلا معيشة ولا في عيش ولا في أصلا سليكون عاقل الموجود قليل أخير مما في مرة واحدة بل بعد شوية خليل أكل والشراب ده هيد عرضك بعد شوية والله في البيت ما تأمن ليه لأنه وإن كان ناس خارجين وشايفين نفسهم دارين يغيروا دارين يسووا قول حصلت الفتنة بدخلوا ناس لصوص ناس حرامية ناس كتالين ناس اغتصبوا النساء المسلمات والله داخل البيوت زي ما حصل الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية حصل وشيوخ يقدم برضو يكذبو شيوخ الدين الضالين دي لانا بقني بكلامي ده واحد قال أنا ما يندي مشكلة قال يموت ثلاثة مليون مسلم حتى تنجح السورة ما يندي مشكلة قال في بعض البلدان هسه في الربيع اللي يسموه عربي ده شردوا ملايين شردوا والليلا بيقول هل في بلدنا دي جو من دولة مسلمة شعب مسلم طيب غلبان الليل اللي فين هنا في شوارع كثير منهم صحيح ولا ما صحيح ليه ما دار نتعز ونحن نشوف نبيعيننا ما تستجيب للقنوات ناس معتز مطر عرفتها وغيره من الدجالين والمجرمين يهيجوا الفتن ومين عبدالله الشريف المصري صاحب الفتن يجي قلابس فنلا الدين حقنا ويعمل وكذا وعيها بنا نخرج وكذا تطيع ده وتخلي النبي صلى الله سلام زل خيس تطيع وتخلي الكلام المحكم من رب العالمين ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تطيع هؤلاء وذلك ربنا يصل عليك حالك يا أخي ربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقول الأمر منكم تطيع الله اطيع الرسول مستطيع هؤلاء المجرمين ناس في تنديل طيب وقال العلامة بن القيم في اتمامة كلامه رحمه الله تعالى وقد استادن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يأخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم يعني إذا دركنا زمنهم فقال لا ما أقام الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعه قال ابن القيم ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل اللي هو عدم جواز الخروج على الحكام المسلمين ولو كانوا ظالمين ده أصل من أصول الدين إنك ما تخرج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحد قال البيت أمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار يلقى السبب الرئيس جنا يا جماعة الخروج قال من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر طلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه ترتزي المنكر يتولد منكر أكبر أكبر منه رسالة أخيرة للشعب السوداني المسكين اتعزوا بغيركم ما تغتربوا الهتافات ما تغتربوا الهتافات اتعزوا بغيرك والدول الانهارة والليل شعوب بيتمنى إنهم يرجعوا للحالة الأولى لمن كان عندهم ظلم لكن برضو بيتمنى ورجعوا لها بس ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد المرتين وأنا والله ذي أمانة ربنا سبحانه وتعالى جعل في أعناق أعناقنا وهي أمانة النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم فدي نصيحة لكم يا شعب نصيحة لكم دارين الحال ينصلح وحدوا الله تمام إذا كان فيه بلد ندي ولا تمشي بره فيه بلدنا السودان دي واحد بقول أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كما يعرفون طريقتي قال أنا الله الواحد ذاته وأنا الواحد الفرد الكبير بذاته شيخ طريقة وقد ببعاف السوق حقنا ده والطريقة دي بتبعوهم ملايين البشر من السودانين أنا ما بقول الناس كعبيل لا السودانين فيهم الخير وفيهم الشهامة والرجالة لكن فينا نحن وفي أهلنا نحن في ناس دعاة شرك وثنية واحد يقول أجود على أم اللي ترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمته ناس لما نحصل لهم مصيبة بدل ما يمشوا لها الله يمشوا للقبة لزول الميت وربنا يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون برضو الناس بيمشوا لهم في بلدنا دي ناس بيعتقدوا إن طينة والضطريف بالداوي من الأمراض أو من داء السعر طين طين عفل ذاته دا قالوا بداوي الأمراض وربنا يقول وإذا مرط فهو إيش فيه فالشرك الحاصل هو سبب البلاء من أي اتجاه جاء البلاء السبب شنو السبب هو الشرك ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا يعني لما أشركوا ولما يقول الناس كلهم شركين لكن الشرك فيه وربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شركون والشيوخ الضالين ديل الموضوع ما بتكلم فيه موضوع الشرك والتوحيد لا حصلا خالص بل بيسألوه دكتور فلان سؤال ما رأيك فيه مديح أصوفية قالوا فيه كده مثلا غير الله بيخلقه غير الله بيعلم بيقول لها سؤال إذا ما تسألوني إذا أنت مادر تحافظ على حق وتدافع عن حق رب العالمين اللي هو التوحيد حق الله على العبيد كما في حديث معاذ بن جبل أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حق العباد على الله أن يعبدوه ولو شركوا به شيئا فكيف تحافظ على حق الشعوب وإنت مادر تحافظ وتدافع عن حق رب العالمين شكرا ما تسمعوا كلام الناس كلام كذب والله الذي لا إلى غيره وأنا بلغت دي أمان أنا ببلغ وما هم بك لا ميز ليه لأنه ده كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة والسلف الصالح له والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد نسأل الله يجنب بلاد الفتن ما ظاهر منها ووطن وجميع بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله